بحث رئيس مجلس الوزراء العلاقية محمد الشعب السوداني اليوم الأحد خلال لقائه أميرة الكويت العلاقات الثنائية ما بين البلدين وسبول تطويرها بما يخدم مصالح الشعبين المكتب العالمي للسوداني ذكر في بيان أنه التقى في العاصمة التسعودية الرياض عن همشي مشاركته بالملتقى الاقتصادي العالمي أميرة دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجبر الصباح وضف البيان أن لقاء تناول سبل تطوير العلاقات العراقية الكويتية والارتقاء بها بما يعود بالمنفعة على الشعبين الشقيقين وذلك من خلال استثمار الجوار التاريخي والاجتماعي الذي يربط ما بين العراق والكويت كما شدد الجانبان على أهمية إدامة العلاقات وحسن الجوار والاحترام المتبادل